انا جزء من كل ما صادفت فالإنسان لا يمكن أن يفسر بحتمية سببية ساذجة تختزله حتى إلى جهازه العصب وحده أكثر من هذا أين تأثير البيئة؟ وإذا نذكرنا البيئة فهي البيئة بالمعنى الواسع جدا ليست البيئة الاجتماعية والفكرية والثقافية والسياسية حتى البيئة الحيوية هذا الدهان يؤثر عليك قد يؤثر على حياتك الفكرية الأسرية قد يؤثر على مزاجك ما رأيك؟ في هذا المطاف أنت لست مجرد الجهاز العصبي أنت أيضا كما قلنا في الخطبة السابقة الجهاز الهرموني أنت أيضا الجهاز المناعي النظم المناعية هذا ما يدعو ديفيد إيغلمان عالم العصاب المشهور عالميا يدعو الجهاز العصبي الأعظم الجهاز العصبي الأعظم هو ثلاثة أجهزة الجهاز العصبي والجهاز الهرموني أو النظام الهرموني والجهاز المناعي أو النظام المناعي قال وهذه الأجهزة تتأثر بالبيئة خاصة كيميائيا وتغذويا الغذاء الذي تتناول الطعام والشراب يؤثر كثيرا طلاء الحيطان أو الحواث هذا يؤثر خاصة إذا كان طلاءا فيه مادة الرصاص تؤثر كثيرا عليك الصبون لكلمات هذه الشامبو كل هذه الأشياء فيها مواد كيميائية تؤثر عليك تؤثر تأثيرا لا يستهم به فأنت لست فقط العالم الداخلي العالم الحيوي في بروتوبلازمة كبيرة في كيس بروتوبلازمة كما يقول بعضهم لا 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 أنت أعقد من هذا بكثير طبعا قبل ثلاث سنوات صدم المجتمع العلمي عموما والمجتمع العلمي طبعا بقدر أكبر بفرع جديد الآن في علم الوراثة صار يدعى فرع ما حول الوراثيات أو ما فوق الوراثيات معناها حول أو فوق بالإغريقية حول أو فوق أو خارج ما حول أو ما فوق الوراثيات حق الجديد مذهل جدا باختصار معنا ما حول الوراثيات أيها الأخوة أنه يمكن أن يمارس الجين المورثة يعني تعبيرا يعني يعبر عن نفسه بطريقة المفروض أن تسلسل الحمض النووي لا يسمح بها من أين أتى هذا التعبير تأثرا بالبيئة الخارجية بعوامر خارجية حين عبر مارس الجين هذا التعبير تظاهر بهذا الوجه هل تغير التسلسل في الداخل لم يتغير التسلسل لا يتغير شيء مدهش محير إذن لأول مرة دخلت البيئة على الخط بطريقة ماذا قوية وقوية جدا فصار الاختزال البسيط المتطرف للإنسان على أنه مجموعة خلايا وهذا يذكره بماذا بالسلف الجين الكتاب الأشهر لريتشارد دوكنز نحن قال لك مجرد مراكب للجينات عربات تمتطيها تركبها الجينات وتذهب بها حيث شاءت الجينات دون إرادة منا دون خيار دون وعي بهذا نحن آلات فقط للجينات الأنانية الموضوع أكبر من الجينات بكثير والجينات لا تستطيع أن تفعل هذا مع أن ليونتين وروز وكيلمن أعتقد عالم النفس الأمريكي هؤلاء الثلاثة ألفوا كتاباً في أواخر التسعينيات اسمه Not in our genes ليس في جيناتنا أي وحدها لسنا محددين جينياً علماء جهابذة الثلاثة كلهم في اختصاصه للرد على إدوارد وولسن وعلى ريشارد دوكنز أننا لسنا عربات للجينات الإنسان أكبر من هذا لذلك الفيلسوف أيضاً الإنجليزي الكبير المثالي فرانسيس أبرادلي في أول قرن العشرين توفي هذا الرجل في الثلاث الأول قال في نهاية المطاف الإنسان كائن لا يمكن تعليله بشكل كامل لا يمكن تعليله بشكل كامل والسؤال لماذا؟ لماذا لا يمكن تعليله بشكل كامل؟ أعتقد الجواب عند أمثالنا من أهل الإيمان بالروح والنفس والدين والله تبارك وتعالى الجواب حاضر واضح لأن فينا مكون فينا جوهراً غير مادي غير طبيعي يتعالى على المادة والطبيعة إذا لم تأخذ هذا الجوهر هذا المكون في حسابك لن تفهم الإنسان لن تستطيع أن تفهمه لكن للأسف الشديد وأشرنا عدة مرات إلى أن هؤلاء الماديين دائماً يروقهم ويلذهم ويشوقهم أن يقاربوا هذه المسائل العويصة جداً مقاربات اختزالية متطرفة فيختزل الإنسان أيها الإخوة حيوياً إلى مجموعة خلايا في نهاية المطاف ستقول لي في بنية أورغانيزم في أجهزة في أعضاء في نسج في خلايا يقول خلايا حتى يمكن أن تختزل هذا حيوياً ثم يختزل هذا كيميائياً ثم الكيميائي يختزل فيزيائياً في نهاية المطاف تصبح أو تعود مجموعة ذرات فقط ذرات الظرات تكون هذا الذرات تكون عنص الحديد أيضاً الذرات تكون الجمادات والنباتات والحيوانات ما شأن الإنسان ما هي القضية هنا هذه الإختزالية غير صحيح يقول لك الاقتصاد الاقتصاد في التفسير صنم كبير اسمه التقطير المراد هنا الاقتصاد في التفسير لا تدخل كيانات في التفسير لا ضرورة لها لا ضرورة لها ما يعرف أو كامز ريزر شفرة أو كام إذا أمكن تفسير أي ظاهرة أو أي حدث بسببين إدخال الثالث غلط العلم حب هذا هذا الذي يبرر ماذا؟ التطرف الإختزالي التطرف الإختزالية لكن ألبيرت أنيشتاين العبقري الكبير ولا يزال عبقريا كبيرا جدا رد على الإختزالية ردا في الصميم حين كتب مرة يقول نعم من المفيد والمطلوب تبسيط كل شيء بقدر الإمكان لكن ليس أكثر مما هو عليه إذا بسطته أكثر مما هو عليه ما الذي يحدث؟ يتلاشى يذوب يضيع من يديك تصبح تدرس موضوعا آخر وأنت تدرس نفسك تدرس ماذا؟ الإنسان